أهلاً بكم حبابي برج الليذان راح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية من لداية الشهر أو من وقت مشاهدتك للفيديو إلى آخر الشهر القراءة مثل دائماً راح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وأيضاً بتقبل العكس يعني إذا أنت متعامل مع برج الميزان ممكن تحس أنه بعض الأشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك طبعاً مثل دائماً خذ من الفيديو الشي اللي بتشوفه مناسب أو بيفيدك أو بيختمك لأنه قراءة منطقية يعني مش راح تنطبق على الجميع وترك أي شي بتحسه سلبي بالقراءة أو يعني لا تجبر القراءة إنها تنطبق عليك راح نبلش أول بي طاقتك أنت بعدين طاقة الحبيب والشريك خطواتك في المستقبل خطواته هو أيضاً في المستقبل وشو ممكن يكون مصير العلاقة بينكم وكيف راح تتطور العلاقة بينكم بعدين إذا حبينا نوضح إشياء ممكن ممكن نسحب كروت للتوضيح طيب نبلش أول بي طاقتك أنت يا برج الميزان نبلش بي كروت النصيحة برج الميزان عم شوفك منغلق على حالك أكتر بهالفترة مش عم تبين مشاعرك للشخص اللي عم تتعامل معه الحبيب أو الشريك لأنه كروت النصيحة بتحكي لك Be willing to express love يعني خلي في عندك مجال أنه تعبر عن مشاعرك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه أيضاً ممكن تتصرف مع هالشخص تصرفات بسيطة أو أفعال بسيطة اللي ممكن تبين أو توضح للشخص اللي عم تتعامل معه أنه أنت بالفعل بتهتم فيه إذا أنت لسه عم تفكر بالمادي أو شخص من الماضي أو ذكريات من الماضي كروت النصيحة بتحكي لك أيضاً اترك الماضي في الماضي يعني تخلص من الماضي عشان تعطي مجال لأشي جديدة تفوت بحياتك امشي في الطريق الجديد اللي أنت عم تمشي فيه حالياً الأفضل أنك تبطل ترجع للماضي أو تتذكر إشي خلص المفروض أنه تسكر عليها الباب أيضاً خلي عندك عقلية منفتحة أكتر بما يخص مجالك العملي أو حتى بالمجال العاطفي يعني ممكن يكون فيه أشخاص عندك حالياً اسمح للأشخاص أنه تعطيك مساعدة أو تحاول أنه تساعدك لأنه فيه أشخاص عم شوف عم تحاول أنه تقدم لك النصيحة وتساعدك ولكن أنت مش كثير متقبل الوضع أو مش سامح كثير للوضع طيب هايدي كان بالنسبة لكروت النصيحة بالنسبة لطاقتك أنت يا برج الميزان همشوف فيه عندك فكرة بما يخص المجال العملي جديدة أو فكرة صغيرة أو حابب تتواصل مع شخص إذا مش بالمجال العملي حابب تتواصل مع شخص أنت بتعتبره أمنية بالنسبة لك تعتبره تتمنى فيه أمنية أنت حالياً ما خد طريق أو عم تسعى إلى تحقيقها للبعض منكم رح يكون بالمجال العملي وللبعض منكم رح يكون بالمجال العاطفي ولكن بما أنه القراءة عاطفية فيه شخص أنت عم شوفك فيه طريقك إلى أنك بدك توصل لهالشخص بدك تقابل هالشخص بدك تحكي مع هالشخص أو حتى ممكن عم تستنى مبادرة أو رسالة من الشخص اللي عم تتعامل معه بالنسبة لطاقة حبيبك أو طاقة شريكك عم شوفوا ممكن الأبراج اللي عم تتعامل معها ممكن تكون أبراج نارية ممكن يكون برج الحمل برج الأسد الغالبية أبراج نارية أو ترابية بس ممكن يكون أي برج آخر لكن طاقة الحبيب اللي عم تتعامل معه عم شوفوا عم يتطلع عليك من بعيد أو عم يراقب الوضع والعلاقة بينكم من بعيد ما عم شوفوا عم ياخد أي خطوة حاليا بأنه يتقدم نحوك أو جهتك لأنه العامل المشترك اللي بينكم إنه في طرف منكم رافض عرض حب أو رافض التواصل اللي عم بيصير بينكم فيه resistance أو فيه طاقة صد أو طاقة رد بينكم الاثنان فعم شوف أنت الأشي اللي عم تحس فيها مش عم تحكي فيها أيضا الشخص اللي عم تتعامل معه أيضا مش عم يحكي بحقيقة مشاعره وعم يراقبك من بعيد نظرته إلى العلاقة ممكن تكون نظرة وكثير متل نظرة عمل أو بيزنس أو نظرة كثير حادة نظرة كثير قاسة يعني الشخص عم يركز كثير على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة وعلى التفاصيل الصغيرة بشخصيتك أيضاً يعني ممكن يكون ممكن يكون فيه أيضاً مش فقط ناري برجه ممكن يكون ناري وترابي يعني بالخارطة الفلكية عنده فيه إشي ترابي لأنه الأبراج الترابية بتركز على التفاصيل الصغيرة كثير أيضاً عم يشوف الشخص أنه أفضل طريقة لحل الأمور بينكم حالياً أو أفضل خطوة لاتخاذ القرار بينكم حالياً إنه هو يمشي أو ما يتخذ قرار أو فقط أو يراقبك أنت يراقب تصرفاتك أنت أفعالك أنت لحتى يعرف ياخد قرار أيضاً إذا كنت أنت من النوع العصبي أو متقلب معه هالشخص عم يحاول أنه يحتويك أو يحتوي العلاقة ممكن أيضاً عم يحاول يسيطر على غضبه على تهوره أو الطاقة النارية اللي فيه عم شوفه كثير عم يحاول أنه يكتم هالطاقة أو يتحكم في غضبه من نسبة لخطواتك في المستقبل يا برج الميزان عم شوفك كثير مصمم بشأن شخص ما أو بشأن العلاقة اللي بينكم فيه عندك نية بالمستقبل تحط مجهود بالشغل ولكن بطريقك بالمستقبل رح يكون فيه فيه نزاع ومشاحنات سواء كان معها الشخص أو سواء كان بالدائرة المحيطة فيكم لأنه فيه منافسة هون يعني ممكن يكون فيه بينك وبين الشخص أيضاً منافسة ممكن أنتو الاثنين لأنه عندك كينغ هون وعندك ملك أيضاً هون فالشخصيتين هدول شخصية قوية شخصية متحكمة شخصية متسلطة فعم شوف ممكن بينكم يكون فيه صراع على السلطة أنت بدك تثبت لهالشخص أنه أنت قادر على اتخاب قرارات حاسمة صارمة ممكن أيضاً أنت للبعض منكم اللي مش عم يتواصل مع هالشخص ممكن أنت اللي تركت العلاقة أو انفصلت عن هالشخص لحتى تثبت وجهة نظر معينة مع أنك بتعرف أنه الوضع أو الاختيار اللي اخترته بيتطلب منك مجهود كثير عالي وبيتطلب منك صبر أيضاً كثير عالي لأنه هالمرة عم تزرع يعني من الصفر فالوضع بيتطلب منك وقت كثير عالي ولكن أنت مستعد أنك تحط هالوجهود ممكن يكون باتخاذ القرار أنك انفصلت عنه فقط لتثبت لهالشخص أنه أنت قادر على مواجهة المنافسة أو قادر على أنك تتحدى هالشخص وجه لوجهه بالنسبة لطاقة حبيبك في المستقبل حبيبك عم يستنى خبر منك عم يستنى التواصل معك أو connection معك لأنه three of ones بتحكي على عم يستنى خبر منك أو عم يستنى هالشخص رسالة منك أيضا هالشخص بده تكمله بالعلاقة أو بده يوصل إلى نهاية أو حل بالعلاقة أو بده يختار قرار أو اختيار بالعلاقة إذا في بينكم بعد بالمسافات أنت في بلده وفي بلد آخر لأنه هالكرتين بيوضحوا نفس المعلومة هالشخص بده هالسايكل أو هالدورة توصل إلى اكتمال يعني بده أمشوف أيضاً طاقة المشتركة اللي بينكم ace of ones يعني هالشخص بيطمح إلى بداية جديدة بعلاقتكم بدي أوضح فقط للشخص الآخر هو هل عم ينتظر يعني هو عم شوفه مش ناوي ياخد قرار بالنسبة للمنفصلين حالياً أو اللي مش عم يحكو مع بعض حالياً ما عم شوف هالشخص عم راح ياخد قرار ولكن عم شوفه عم يستنى خبر منك ممكن أيضاً هالشخص يكون هو الشخص اللي أنت مخطط أو ناوي تروح لعنده أو تروح في طريقه لأنه أنت في طريقك بدك تروح إلى حلم أو إلى أمنية أنت بدك تحققها شخص أنت بتعتبره وش بتعتبره أمنية فبننا نشوف هالشخص الجوجمنت هون القرار هو رح يوصل إلى اتخاذ قرار بس أنا بدي أوضح شو هو القرار اللي رح يتخذه هالشخص عم شوف لسه بقراره حتى أيضاً بكرة التوضيح أنه هو عم ياخد قرار بالصمت أو عم ياخد قرار بأنه يتمسك بموقف معين هالشخص ممكن أيضاً عم تتعاول مع برج العذراء أنه هالكرت بيتبع برج العذراء أو برج ناري والبرج الناري الشخص اللي عم تتعامل معهم بي أنه هو شخص عنيد لأنه في نقطة هو متمسك فيها ومش مستعد بالمرة يعني يغير قراره أو يتنازل عن كرامته أو يتنازل عن اختياره وإلى أنه هالكرت نفس هالكرت إلى أنه مستني خبر منك مستني إشي منك مستني ردة فعل منك رسالة خبر ولكن هو مش مستعد أنه هو اللي يكون بالمبادرة الأولى أو بالخطوة الأولى ولكن في عقله الباطني هالشخص بيتمنى إلى بداية جديدة معك ممكن أيضاً لأنه مبين فضفو كارد فمثل ما حكيت لك يعني هاي بدايات جديدة أيضاً بفول كارد ممكن تكون شخص عفوي علاقة عفوية تواصل عفوي فهالشخص بيريد هالإشي بده هالإشي منك بتوقع طاقة الريزيستنس عم تيجي أكتر منك أنت من برج الميزان عم تيجي أكتر منك لأنه بكروت النصيحة وأيضاً بالطاقة اللي محيطة فيك أنت اللي أكتر عم حسك عم تفل أو عم تبعد أو مستعد أنه تعمل المستحيل لشان تفبت وجهة نظر معينة أيضاً ممكن تكون أنت متناقض بشأن شخصين أو بشأن شيئين ولسه ما خطرت أو ما وصلت إلى قرار نهائي أو عم تشوف أنه أنت ممكن تكون محتار أيضاً بين نقطتين نقطة أنك تخلي العلاقة مع هالشخص عفوية أو أنه بدك العلاقة تكون جدية لأنه مش واضح عندي أنت هون شو بدك يعني فيه فقط disappointment أو فيه خيبة أمل أنه الوضع العاطفي بينك وبين هالشخص ولكن ممكن تكون أنت متناقض بين هالفكرتين ممكن يكون فيه جانب منك بده العلاقة تكون smooth و easy going وبسيطة وفيه جانب آخر منك بده العلاقة تكون جدية أكتر فممكن أو أنتو الاثنين لأنه طاقة مشتركة فممكن أنتو فيه حيرة وتناقض من أمركم أو فيه حتى خوف ممكن أو توتر أو قلق من أنه إذا ممكن تكونوا أنتو أصدقاء ففيه خوف من أنه إذا تطورت العلاقة بينكم أو إذا عطيت مجال للعلاقة أنه تكون جدية أنه ممكن تخرب الإشياء الأخرى اللي بينكم ممكن تخرب الصداقة اللي بينكم أو ممكن إذا فشلت العلاقة الجدية ممكن أنه يعني تخسرها الشخص أو هو يخسرك إلى الأبد ففيه خوف من هالناحية فيه تشوش من هالناحية فيه عدم القدرة على الاختيار بين أنه العلاقة تكون عفوية أو تكون جدية مش مبين أنه فيه تواصل بالفترة القريبة هاي يعني بها الشهر ولكن الطاقات دائما تتغير يعني على حسب تصرفاتك أنت على حسب اختياراتك أنت بتتغير ولكن بالطاقات الظاهرة عندي مبين أنه أنتو الاثنين حالياً فيه فترة اختيار لقرار معين أو فيه مفترق طريق أنتو هالشخص مفترق طريق أنه ممكن هالشهر رح تقضوه في شوية عزلة أو انفصال على بعض لأنه عم شوف هالشخص أيضاً لا تنسى أنه كرت The Hermit شخص عم يبحث على التنوير تنوير الذاتي وتنوير الروحاني فهالشخص ممكن عم يلجأ حالياً أيضاً مثلك ممكن يكون عم يلجأ إلى التاروت ممكن يكون عم يلجأ إلى الأبراج أو أي شيء يخص The Spirituality أو يخص الرحانيات فهالشخص حالياً عم شوف هذا هو طريقه سواء كنتو مع بعض أو مش مع بعض أنتو وهو حالياً في فترة اكتشاف الذات أكثر تنوير النفس أكثر بالذات أنه أنت هم تبحث على أمنية معينة أوكي فهالشهر ما عم جو فيه تواصل سريع رح يصير ولكن أنتو حالياً في رح يكون هالشهر فترة يعني أو وقت مستقطع لحتى أنت تعرف ترتب أمورك وخصوص التشويش اللي عم تمروا فيه وخصوص العلاقة لحتى توصلوا إلى قرار أيضاً هالشخص عم يفكر فالطاقة مبين أنه رح تكون لسا سموذ لسا هادية ما رح يصير في أي تغيرات مفاجئة أوكي حبايبي برش الميزان واتمنى القراءة تكون فادسة ترجمة نانسي قنقر